يقومون بشيئين في أقرب فرصة ممكنة تعديل الدستور يقومون به هم وطبعا يقول هم عن طريق سلال عن طريق المدنيين ليستخدمون كما يشاءون ويقومون في تعديل الدستور بأمرين أساسيين وهو تحديد العهدات وتعيين نائب أو أكثر للرئيس حتى إذا ما مات الرئيس في أقرب فرصة يجدون من يخلفه أعتقد أننا نتجه إلى هذا السيناريو وإن كان السيناريو الذي ذكرته من قبل أيضا يبقى محتمل وإن كان هو الأقل احتمال والأضعف بالنسبة لينا خطابنا وحديثنا هو دائما كالتالي هذا نظام فاسد ومفسد لا يمكن إصلاحه ولا يمكن هو أن يقوم بالإصلاح ولا يستطيع أن يقوم بالإصلاح ولو أراد إن الذين جاءوا بالدبابات إن الذين قتلوا بأيديهم إن الذين ذبحوا بأيديهم إن الذين نهبوا المليارات سواء كانوا من هذا الجناح أو من ذاك الجناح لا يستطيعون أن يبنوا دولة مثل الجزائر لا يمكنهم إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن فاقد الشيء لا يعطيه وأحيانا لا يفهمه أيضا ولذلك نحن نقول بدون شرعية شعبية حقيقية سنعترض على أي وحد يأتون به إذا جاءوا به ولم يأتي به الشعب في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة كما هو معلوم عالميا لن نعترف بأي كان وسنواجهه دائما مهما كان نحن لا نعارض لأنهم أشخاص نحن نعارض كيف يصلنا للحكم ونعارض كيف يحكمون أما من يحكم فليس هو هذا المهم بالنسبة إلينا المهم بالنسبة إلينا هي مبادئ وقواعد وقيم نقف عندها ونقاوم من أجلها ونجاهد من أجلها ونقاتل من أجلها سلميا بإذن الله نحن طبعا لا نعترف بالعمل المسلح لأننا نعتقد أنه يؤدي لك ورث أكبر من ذلك دائما نذكر بهذا ولكي تكون كذلك لابد أن تكون هناك مجموعة من الشروط ذكرناها عدة مرات وهو الالتزام بدولة القانون الشرعية الشعبية الأمة صاحبة السلطة هي التي تمنحها هي التي تراقب الحاكم وهي التي تعزله إن خرج عن الإطار المتفق عليه والإطار المتفق عليه يضمنه الدستور هذا موجود عند الغرب كما هو موجود عند المسلمين اليوم وغدا هذه هي الحقيقة وهذا هو الذي ندافع عنه وهذه هي القيم التي من أجلها سنستمر بإذن الله ولذلك أحيانا يسألوننا وماذا لو جاءوا بفلان لا يهمنا أن يأتوا بفلان أو علان ما يهمنا كيف يأتي وهل بالإرادة الشعبية أم لا وكيف يحكم فيما بعد هذا ولهمنا قل لي من يأتي بك إلى الحكم أقول لك من تكون إذا أتى بك الشعب السيد الحر ستكون خادم لهذا الشعب أما إذا أتى بك الغرب أو أتى بك الشرق أو أتى بك الجنرالات فستكون خادم لهؤلاء ونحن سنرفض ذلك في المطلق وسنبقى دائما على مبدأ السلطة للشعب هو التي يمنحها وهو التي يمنعها وهم من كل ذلك أن يأتي من يخدم هذه البلاد التي دمرها هؤلاء المجرمون ترجمة نانسي قنقر